السلام عليكم كيفكم شباب معكم محمد وجنالكم فيديو جديد فيديو اليوم بدنا نحكي عن تسريبات هاتف الواوي ميت 30 لايت رح نبدأ بتصميم الهاتف رح الهاتف من الخلف بأربع كاميرات موجودين بمربع بمنتصاف الهاتف اما من الامام رح يجي عنا بحواف كتير قليلة و رح يكون موجود ثقب بالشاشة من الجهة اليسرى يحوك توي على الكاميرا الامامية اما من الاسفر رح يجي عنا منفذ الشحن من نوع تايب سي بجنبه و مدخل السماعات واسبي كار الصوت اما الشاشة رح تكون بمقاس 6.26 انش من نوع اي بي اس ال سي دي بدقة فول اتش دي بلس بالنسبة للكاميرات رح تكون نفس ما حكينا عن اربع كاميرات من الخلف اللي اقولها بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة هذه سوا 1.8 اما الكاميرا الثاني رح تكون بدقة 8 ميجابيكسل وهي للزاوية الواسعة والكاميرا الثالثة رح تكون بدقة 2 ميجابيكسل وهي عدسة ماكرو بفتحة 2.4 و العدسة الرابعة رح تكون بدقة 2 ميجابيكسل وهي خاصة بالعزل و رح تكون بفتحة 2.4 اما الكاميرا الامامية رح تكون بدقة 2.30 ميجابيكسل بفتحة 2.0 اما المعالج الهاتف رح يجي بمعالج الجديد من شركة هواي وهو الهاي سيليكون كيرين 810 مبني على معمارية 7 نانو متر نفس معالج ال اونر 9 اكس وال 9 اكس برو والنوفا 5 و رح يكون معالج ارسوميات مالجي 52 ام بي ستة و رح يجي الهاتف برام وساعة تخزينية اما 6 جيجا بايت مع 128 جيجا بايت او 8 جيجا بايت مع 256 جيجا بايت و يمكن اضافة كرد ذاكرة خارجي حتى 512 جيجا بايت بالنسبة للبطارية رح يجي الهاتف ببطارية بساعة 3900 ميلي امبير تدعم الشحن السريع بسرعة 18 واط وبالنسبة للسعر الهاتف متوقع انه يكون ما بين 330 دولار ل 350 دولار هذا فيديو اليوم بتمنى انه يكون عجبكم بتمنى من المشترك انه يشترك ويفعل زر الجرسة يصل وتنبيه بكل فيديهاتنا الجديدة اذا اشتركت ما رح تخسر شي اغالي واكيد لا تنسى تضغط على زر لايك وتشارك المقطع مع كل ما اعرفك وبشوفكم بالفيديو القادم وسلام اشتركوا في القناة